السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخو الاخوات المتابعين على القناة مرة اخرى في موضوع اخر واليوم ردا على برنامج العصابة الرمضاني ودفاقير وما جاء ورهما لابد رح شفت الفيديو ديال مشتوش كامل وميطلع لي اللايف في الفيسبوك ديال الرمضاني برنامج العصابة مع دفاقير ودك اخونا الاخر كنت انسى لي اسميته فكان الحديث يعني هو محاولة لتجميل ما وقع في مدينتي سبتة والفنيدق وانا نازع ما منين كان ضروحنايا فالناس اليوتيوبرز يتكلمون وهم غي غي غير ملمين بخبايا الامور وكان بدهو كان نشرف شي حوايج مثل اه الصورة الشهيرة وكان بدهو كان بارتاجيوها ونحن لا نعلامو مصدرها وهما اللي عارفين المصدر ديال هاد الصورة ديال هاد الرضيع هذا الذي قام بانقاذه رجل اه وقايا اسباني فقال لك الرمضاني انه حنا كنروجو الاشياء ونتهم السلطات المغربية والاخر قال لك اننا هاد الصورة مش كوكون في امرها وبما ان الحارس الاسباني هو اللي انشرها فما يمكنش انتقوا بهم يعني هم يكذبون هاد الصورة هادي فوكأنها كانت الصورة الوحيدة يعني كانت هناك العديد من الصور والعديد من الفيديوهات لاطفال لقاصرين لامهاته يفرضا الى فرضنا ان هاد الصورة يعني غير هما بغوا اه يركزوا الاهتمام ديال المشاهد حول هذه الصورة المئساوية ومن خلال هاد الصورة يجروا الواحد الحاديث اخر زع ما ارى ما كان شخصنا اننا نوقف ضد بلادنا فانت عندما كتقول ما يحدث او ما تقوم به السلطات المغربية في حق الشعب المغربي فهو مأساس بكل المقاييس لم يسبق لها ناظير هو قال لك انت تقف في وجه بلدك ولكن الحقيقة هم يحاولون دائما لمشكل ديالهم هما مش ديال نحنا يا يربطون يعني اه حبك لبلدك بالمالك بالمخزن بالسلطات كي تكون وطنيا ومغربيا قحا خسك تكون مالكي خسك ما تتهمش السلطات المغربية وخدشوف الاجرام ديالها خسك وخدشوف المالك تيسرق ما تقولش عليه كي يسرق يعني كي يقول لك وخا نكونوا فعلا ان هازمنا وكذا وكذا وحنا في عندنا مشاكل ديالنا هذا مشي الوقت ديالنا نخلي وهال من بعد احنا دائما عندنا الكوارث ودائما البلد ديالنا في موقفين حارج من ناحية السياسية والديبلوماسية فاخصنا نقف معها اولا باش ندروع للناس الغير ملمين فليوم في عصرنا الحالي كي نتحدث عن صورة مو فبراكة ولا ماشي مو فبراكة ولا المصدر ديال اي صورة انا واعود بالله من قولة انا جيب لي غير حاسوب وعطيني صورة ما تجيب ليش هاسي دي هاد الحاسوب ما تجيب ليش بيسي اعطني غير تليفون وعطيني ديك الصورة وانا نجبد لك اصل وفاصل الصورة واش هي تم اخذها من احداث التي وقعت في سوركيا في 2016 ولا من احداث التي وقعت في سوريا في 2013 لان الانترنت ما كتنساش الذاكرة ديالها دائما تحتفظ بالصور فما عليك الا ان تقوم بما قمت به وضع الصورة في جوجل للصور وهي غتعطيك المصادر الحقيقية اين نشرتها نشرت هذه الصور اولا فمثل هذه الصور مثلا نفرض انها وقعت في سوريا او في تركيا فمعروف على مثل هذه الصور المأساوية تنتشر على الصعيد العربي انتشار الناري في الهاشيم فجميع جميع المواقع التي نشرت هذه الصورة تعود ل24 ساعة ل48 ساعة يعني صورة حديثة العهد يعني بالانترنت ولا لم يتم يعني اخذها من احداث تركيا ولا احداث سوريا لانه كو كانت اخذت من الاحداث تركيا والاحداث ديال سوريا يعني الصور القديمة والمواقع التي نشرتها قديما هي اللي ولا غدت للك فليرو شيرش يعني هذه هي التراتوبية ديال جوجل وهناك نشوفو انها هي اربع ايام نهار يومين وكلها يعني ولا وجود لأي موقع عربي تقدر تلقاه من بعد فليرو شيرش لانك 1600 نتيجة كلها مرتبطة بما يقع ما بين المغرب واسبانيا ولا مكان ولا وجود لصورة واحدة تتحدث عن احداث تركيا واحداث سوريا يعني الامور جد واضحة ولا بغيت نزيدك من الشعر بيت نزيدك فبما ان الرمضاني يدعي ان الصورة موفبراكا يعني كان على الاقل الاجدر به ان يطلع على الصحف اللي هي قريبة للمخزن وبما ان جريدة ايسبريس هي مزدواجة مخزانية اماراتية فدائما ما يخرجوا منها بعض الاشياء اللي كتحشم بالمخزن فهنا يتحدث عن هذه حقيقة صورة المنقذ الاسباني لرضيعين بسبتة كما كان شوفو انها مقطع فيديو لقناة اسبانية الجدل حول هوية احد عناصر الانقاذ الذي كان ظهر رفقة رضيعين وسط البحر خلال عملية الاقتحام وكانت الصورة انتشرت بشكل كبير عبرها فهم يلومون المغاربة علاش كتبارتاجيو الصورة لكم كتشوهو في بلادكم فما كنش هناك حديث عن من يدفع المغاربة بسياسته الرناء الصبيانية الهمجية يدفعوا بالمغاربة دفعا يعني الى ان يقوموا بما قاموا به وهم غير ملومين على ذلك ويعطوا واحد صورة يعني فاضحة لان المغرب دولة يعني جد متخلفة وما نقولش تهضموا حقوق شعبها بل تسحقوا تسحقوا شعبها سحقا لكن مقطع فيديو الاخير اظهر ان الامر يتعلق باحد عناصر الحارس المدني الاسباني فبما ان اصحاب الاقل الامر يتعلق باحد عناصر الحارس المدني الاسباني فشيء طبيعي ان يكون الحارس المدني الاسباني هو من نشر الصورة هو قال لك لا بما ان الحارس المدني هو لنشر الصورة اذا فالصورة هدوك اعداء دينا وبغني شوه السمعة دينا وكأنها كانت الصورة الواحدة لكن مقطع فيديو الاخير اظهر الامر يتعلق الحارس الاسباني وانا راما هاد الخبر راما قريتوش هنا يا انا فقط استشهدوا بجريدتهم المخزانية باش ميبقاش يجيب الادم يقول لك تتحدتون وانتم غير مولمين زعمب هاد بخبايا الامور فتحدت لنا انت المولم بخبايا الامور عن فضائح المخزان وعن فضائعه وعما يدفع الوضعية الاجتماعية التي تدفع المغاربة باش يحجوا افواجا الى مدينة سبتة مغامرين بحياتهم بابنائهم بالرضع بالاطفال بالنساء بالقصر بالبانات باش يعني كل شي غادي كل شي طاحن يعني من من اقادير من كازا من قلمي من بني ملال من قنيطرة جميع الاطياف شاهدناهم يعني وخا نقوله ان المغرب قد ضبارا وقد خططا انه يفتاح البيبان وكذا ولكن ركن واحد الواقع مرير الذي لا يمكن نكرانه ان واحد القنبلة اجتماعية موقوتة وهي المأساة التي يعيشها المغاربة هي التي ساهمت فان الصورة تبان بتلك الطريقة المغرب خطط ان يفتح ابواب الهجرة لكنه ما خممش انه فعلا عنده واحد الاوضاع اجتماعية متفجرة يعني ان الموجة اللي كان مخطط لها قد تكون اكبر يعني مما خطط له مما اعطى صورة للعالم على اننا دولة يعني ليس في يدها اوراق للضغط اللي غا تلعب بها من ناحية الدبلوماسية من غير المواطنين ديالها ودك شعلاش اول كاريكاتور انشر هو دك الكاريكاتور ديال الشاحنة ديال القمامة وهي تصب الشعب المغربي في البحر قبالة مدينة سبسا فهي صورة صادمة خصوصا عندما تقرأ تعليق ديال الاجانب فقد اصبحنا نستحي ان نقول اننا مغاربة فقط بسبب سياسة محمد السادس ومخزنه وحاشيته وانتم تعتبرون يا الرمضاني من حاشيته لانكم دائما تحاولون ان تلمعوا او يعني ان تهدئوا من وطأة الجرائم التي لا تغطفر التي يقوم بها هذا النظام وعملكم هو تزينها وتجميلها وتقديمها على طبق من ذهب الى الشعب المغربي وتطعموهم السمة في العسل فهذه هي مهنتكم وانتم غير ملمين او ملمون وتتعمدون تضليل الشعب المغربي لانكم اذا قلتم غير ما تقولونه فاجوركم الشهرية ستكون في خطر وبما انكم تتحدثون على اننا زي ما مخصناش نتهم سلطات المغربية وان اتهام سلطات المغربية هي خيانة انها متواطئة ومتورطة في هذا الامر فنحن نحن من نتهم السلطات المغربية كما تسموناها فالصورة والفيديو هي من يتهموا كما كان شوفوا ها هي السلطات ديالكم او ما تسمونه بالسلطات ها هي امام اعينكم هي من يفتحوا البوابات للشعب المغربي يعني ما نحتش انا ننتهمها ولا يجيو احد اخر يتهمها ولا يقول كذا ولا ماذا فالصورة واضحة جدا ها هما جنود مغاربة ولا قوات مساعدة كيفتحوا المعابر الحدودية يعني ما يمكنش واحد اتسكريب حال هذا غايجي غايجي ياخد هذا القرار من ديتو الراسو تسمين تقرار انفراضي يجب ان يحاسب عليه من قام بذلك لا هادو يتلقون اوامر اوامر فواذا ازعجتكم صورة الرضيع فارما كينش غيذك الرضيع هناك العديد من الصور وهناك العديد من الفيديوهات منها هاد الفيديو هادا المأساس ديال هاد الطفل الذي وصل سباحة فوجد الجيش الاسباني يحاصره فتحطمت اماله فانصحوا الرمضاني ان يلم بما يتحدث عنه ولا على الاقل منين يبغيد الله الشعب المغربي ما تكون شباحة طريقة اللي هي مفضوحة يعاود يخدم طريقة دياله وستراتيجية دياله ويسقينها اكثر باش لاننا نحن له بالمرصد يعني اي كذبة فنحن هنا لفضحها يلا حتمتم في رعايتين